رمضان في ديار المهجر هو عودة روحية لحنين الوطن وممارسة لتعاليم الإسلام فطعم هذا الشهر وإن اختلف هنا بفرنسا عن الوطن الأم فإن هذا الطالب الجزائري بمرسيليا يعيش نفس الأجواء أو أكثر وإن لم يؤثر الصيام على أداء الصائمين في العمل فإنه بالتأكيد يتعارض مع أوقات دوامهم فجلول يبدأ عمله في الساعة السادسة صباحا وينتهي بعد الظهر هذا ويحظى جلول بمكانة خاصة حيث أصبح من المألوف للعمال في هذا المطعم ملاحظة التغيير الكبير الذي يطرأ على سلوكه ومرضوده الإيجابي في العمل رغم صعوبة الصيام في هذا الفصل من السنة ويسمح العديد من أرباب العمل للعمال المسلمين كحال جلول بإيجازات ساعية تسمح لهم بالإفطار في أجواء حميمية وممارسة العادات الخاصة بشهر رمضان رغم إغراءات أجواء مرسيليا الساحرة ولا يمنع عدم وجود أهل جلول من محاولة خلق أجواء رمضانية تقليدية حيث تقوم بعض الجماعيات بإعداد وجبات إفطار جماعية تستظيف الطلبة في جو يطبعه الإخاء والكرم أنا مع أمينا نحن نحن بمشاركة هنا وهذا هو الموقع التفكير لذلك هو الموقع التفكير ومعرفة التفكير في النهار هناك تعب شديد يحكمنا جميع خاصة الطلبة ولكن في المساء نحاول نحييو الأجواء خاصة عندما نتلاقها ومعنا أطراف الحديث أنا كطالب تونسي عشت الأحداث من البرة من تونس يعني ما عشت هيا في قلب الحدث نتمنى الخير لبلادي وإن شاء الله الجيل المتاعنا واللي بعضنا ينجموا يحقوا الأهداف وعلى عادة شباب مرسيليا فإن هذه المقاهي العربية تعتبر الوجهة الأولى بعد الإفطار إرضاء للنفس وتلبية لحاجيات رمضان كما تختلط فيها مشاعر الحنين إلى الوطن الأم كنا نتبكت مع فcje رمضان مارسيليا بالنسبة لهؤلاء الشباب يشكل فرصة للم الشمل وتوفير هذه الأجواء التي لا يراها المغتربون إلا أيام رمضان حيث تعود الذاكرة إلى رمضان الوطن